موسيقى موسيقى أهلا بكم شن طيران الاحتلال غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت عقب توجيه انذارات لسكان منطقة حارة حيريك هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الاحتلال استهدف كذلك خلال الساعات الماضية محيط ملعب الراية في الضاحية الجنوبية هذه مجموعة من اللقطات مشاهدين تأتينا مباشرة من بيروت لتصاعد أعمدة الدخان حيث تستمر قوات الاحتلال من استهدافاتها ومن غاراتها الجوية التي لم تنقطع منذ أمس وحتى الساعة أفدت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان على لبنان حتى يوم أمس إلى 2141 بينما ارتفع عدد المصابين إلى عشرة ألاف وتسعة وتسعين وأذكر بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان أسفرت أمس عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 80 بجروح نشر حزب الله مشاهد مصورة لاستطلاع قوي لقواعد ومقار عسكرية في منطقة حيفا الكرمل وأوضح الحزب أن هذه المشاهد التقطتها طائرات قواته القوية وأشار إلى أن مسيراته التقطت صورا لمرافق حيوية مثل مصفات نفط حيفا والمنطقة الصناعية في مؤس توطنت كريات نحوم وقاعدة ميشار العسكرية أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط بردبة رائد وإصابة جندي جراء الاشتباكات في جنوب لبنان كانت إذاعة جيش الاحتلال أشارت إلى إصابة 40 جنديا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية عند الحدود الشمالية مع لبنان لافتة إلى مقتل 11 جنديا وإصابة 168 آخرين منذ بدء التواغل البري المحدود في جنوب لبنان أكد المفوض العام لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن قطاع غزة يشهد انتهاكا فاضحا للقانون الإنسانية وحذر لازاريني من أن عمليات المساعدة ستنهار إذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر مشيرا خلال كلمة له عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي أن 650 ألف طفل في غزة سيفقدون أملهم للتعليم مؤضحا أن الإفلات من العقاب هو ما يسود حاليا أكد مصدر عسكري سوري أن جيش الاحتلال شن عدوانا جويا من جهة شمال لبنان استهدف به معملا لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في ريف حمص وسط البلد وأضف أن الاعتداء شمل أحد المواقع العسكرية في حماه مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر بشرية جراء العدوان قالت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي إنها تراقب المجالة الجوية لإسرائيل عن كثب وفي إطار تحذيرات أصدرتها الوكالة طلبت من الطائرات تقييما للمخاطر ومراقبة صارمة لكل رحلة في تلك الأجوى وذكرت الوكالة أن توصية سارية حتى الحادي وثلاثين من أكتوبر الجاري أعلنت فصائل عراقية قصف هدف حيوي شمالي إسرائيل بواسطة طائرات المسيرة كذلك استهدفت هدفا آخر في مدينة إيلات وأوضحت الفصائل العراقية أن طائرتين وسيرتين تمكنت من الإفلات من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية وإصابة الهدف بنحو مباشر نفت الخارجية المصرية صحة مزاعم قائد ميليشيا دعم السرية محمد حمدان دقلو بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان وأشارت الخارجية المصرية إلى أن تلك المزاعم تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وأكدت على حرص مصر على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضا وشعبا أفد مراسل القاهرة الإخبارية بسخوط ستة قتلى بهجوم روسي صاروخي على البنية التحتية لمينا أوديسا جنوبي أوكرانيا أشار مراسلنا إلى أن الهجوم تسبب كذلك في إصابة تسعة أشخاص وتضرر بالسفينة الحاوية وهذه مشاهدين مجموعة من اللقطات الحية التي تأتينا مباشرة من بيروت لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في غاراتها وحيث تتصاعد أعمدة الدخان وحيث كان قد شن طيران الاحتلال غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت عقب توجيه انذارات لسكان منطقة حارة حريك كذلك مشاهدين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طيران الاحتلال استهدف خلال الساعات الماضية محيط ملعب الراية في الضاحية الجنوبية وانتهى المجزة ومشاهدين والآن عودة للزميلة الشروق لمواصلة فقرة طبعك ترجمة نانسي قنقر